هذه المناجات بحسب ما هو معروف في كتب الحديث وفي كتب الأدعية والمزارات رويت عن جميع أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأهميتها رويت عنهم جميعا إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك حينما يكون انقطاعي في أكمل صوره إلى إمام زماني هذا هو الانقطاع إلى الله إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة ومعدن العظمة هم في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وأعظم العظمة تجلى في الحقيقة المحمدية العظمة ومنها تجلى في محمد وعلي وفاطمة أئمتنا وسادتنا في محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من أئمتنا وسادتنا من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك الذي يناديني هو المعصوم الله لا يناديني الله ينادي المعصوم المعصوم هو الذي يناديني كان سلمان محدثا الصادق يقول كان سلمان إنه سلمان المحمدي كان سلمان محدثا يخبرنا الصادق من أنه كان محدثا عن إمامه أما محمد وآل محمد فهم محدثون عن الله سلمان وأمثال سلمان محدثون عن أئمتهم المنادي الذي يناديهم إمامهم إلهي إلهي إجعلني ممن ناديته فأجابك في رواياتنا الصوت الذي سمعه موسى من الشجرة من شجرة الطور وذلك النور الذي أشرق وتلك الكلمات التي كلم الله بها موسى بحسب الرواية عن أمير المؤمنين إنه صوت الحجة بن الحسن قد يسخر النواصب من هذا فليذهب إلى الجعيم وقد يشكك الذين يقبعون في النجف فليذهب إلى الجعيم هذه روايات وأحاديث محمد وآل محمد إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين زهده في الدنيا جعله على هذا الآمر إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك كل ذلك بالتوفيق قطعا للتوفيق مقدمات وأول هذه المقدمات العقيدة السليمة مرارا وكرارا أقولها من أن العقيدة السليمة هي الشرط الأول لخدمة إمام زماننا وخدمة إمام زماننا هي التي تقودنا لمثل هذه المواقف التي حرمنا منها بسبب إنعدام العقيدة السليمة عندنا وما هذا البرنامج إلا محاولة أنا لا أعطي ضمانا بالذي قلته إنها محاولة ولا أطلب منكم أن تسلموا لقولي سلموا لقول محمد وآل محمد فقط لا تسلموا لقول غيرهم الدين دينهم والإمامة إمامتهم والعبادة عبادتهم والجنة جنتهم خلق الله الجنة لمحمد وآل محمد هكذا نقرأ في أدعيتهم وفي رواياتهم وأحاديثهم الجنة جنتهم والقيامة قيامتهم والحساب على قوانينهم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم الحساب حسابهم والصراط صراطهم إن كان في الدنيا فهم وإن كان في الآخرة فهو الجسر الممدود على جهنم الصراط صراطهم لا يجوز أحد إلا بصك من علي والعلي عليهم والقرآن قرآنهم والأدعية أدعيتهم والمناجيات مناجياتهم فلماذا نشرق نغرب نذهب يمين نذهب شمالا والحقائق بين أيدينا واضحة كما قال الكاظم لأصحاب أبي إلي إلي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إلى محمد وآل محمد من أجمل الكلمات التي نطق بها الكوميت الشعر المعروف الكوميت ابن زيد الأسدي كما يحدثنا التأريخ من أجمل كلماته ليس في أشعاره مع أن أشعاره من أجمل الأشعار التي قيلت في آل محمد لكنه تكلم بكلمات هي أجمل من كل أشعاره بل من كل أشعار الكون في اللحظات الأخيرة من حياته قبل أن تخرج روحه من جسده هكذا يحدثوننا آخر كلمات قالها آل محمد آل محمد آل محمد وودع الدنيا إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا أي توفيق هذا فناجيته سرا وعمل لك جهرا مر الحديث عن الألطاف الجلية والألطاف الخفية لإمام زماننا وكيف يتواصل مع أشياعه وأنصاره والمخلصين من أوليائه إلى أن تقول المناجات الشعبانية الشريفة إلهي إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج إنه الحجة بن الحسن اللهم إني أسألك من نورك بأنوره فنور الذات الإلهية ليس فيه من درجات إنما الدرجات في النور المتجلي من الحقيقة المحمدية لماذا؟ لأن الحقيقة المحمدية تتواصل مع الخلق بسلاسل الأسباب والعلل وسلاسل الأسباب والعلل تكون ما بين قدرة الفعل وقدرة الانفعال وفي الحقيقة الانفعال ما هو بقدرة في المنفعل لكن التعابير هكذا تكون وهكذا تأتي فما بين قدرة الفعل والانفعال تترتب المراتب والدرجات في كل هذه الموجودات وفي كل هذه الكونيات ومن هنا فهناك النور الأنوار وهناك النور الذي هو دون ذلك النور في المرتبة والدرجة اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وأنور النور إمام زماننا إلهي إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفة الذي يعرف إمام زمانه فإنه يعرف الله معرفة الله معرفة إمام زماننا كل الأدعية هذه مضامينها أنا جئتكم بأمثلة وما وقفت طويلا عند هذه العبائر كل جملة من هذه الجمل بحاجة إلى حلقة أو أكثر كل مفردة من هذه المفردات بحاجة إلى حلقة طويلة مفصلة إلهي هذه مناجات التوحيد البناجات الشعبانية هي مناجات التوحيد وهذا هو التوحيد الحقيقي هذا هو توحيد محمد وآل محمد حينما اخترت مناجات العارفين لأنها مناجات توحيدية وحين اخترت المناجات الشعبانية اخترتها بقصد وحكمة وعناية ودراية لأنها مناجات توحيدية إلهي إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا إلى آخر ما جاء في المناجات الشريفة وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا فطريق المعرفة لا بد أن يكون من هنا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن رسالة صاحب الأمر إلى شيعته ولكن هل من مجيب هل من معتبر هل من مستمع هل من ناطق ينطق بالحق إلى متى ستبقون شياطين خروص إلى متى إلى متى الساكت عن الحق شيطان أخرس كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه إلى متى إلى متى ستبقون شياطين خروص ومن المناجات الشعبانية التوحيدية إلى دعاء كل ملامحه في التوحيد وآثار التوحيد إلى دعاء الحسين في يوم عرفة في أواخري ما جاء في هذا الدعاء الشريف إلهي إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير لم يبقى عندي الكثير من الوقت كي أقف كي أقف عند هذه الجمل القصيرة في ألفاظها الغزيرة في دلائلها ومعانيها ومضامينها أعيد القراءة عليكم إلهي إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك هذا هو التوفيق أنا أتحرك باتجاه الآثار هذا هو جهدي جهد العاجز بين يديك إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار هذا هو الذي أستطيعه فأين توفيقك فأرجعني إليك بكسوة الأنوار هل هناك من كسوة للأنوار تكون غير ولاية علي غير معرفة فاطمة غير العبودية في فناء صاحب الأمر هل هناك من كسوة للأنوار تكون غير هذه العناوين فأرجعني إليك بكسوة الأنوار حينما يشرعون يتحدثون عن معاني هلامية عن أنوار المعرفة والهداية في فناء القرب والجذب كما عليه أولياء الله عن معاني هلامية لا نعرف رأسها من ذيلها إلهي 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 أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها أنت أولويتي كل الأولويات تتساقط في فنائك أنت أولويتي فقط حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة مر علينا الحديث عن الأسرار وعن الأنظار وعن الهمم العالية كل ذلك مر علينا في مناجاة العارفين وفي المناجاة الشعبانية تلاحظون أن الأدعية هذه أن المناجيات هذه تصدر من عين واحدة هندسة واحدة منطق واحد ذوق واحد ألا لعنة على منهج حوزة النجف هذه الأدعية وأمثالها ضعيفة من جهة الأسانيد بحسب قذارات علم القنادر النجف علم المدس ما يسمى بعلم الرجال الذي على أساسه يميز الأعلم بين المراجع على أساسه وعلى أساس علم القذارة الثاني إنه علم الأصول على أساس هذه القذارات يقع التحاسد فيما بينهم ويقع التنافس والتقاتل والتهارش يتهارشون عليها كما تتهارش الكلاب على الجية هذا الحديث قاله المرجع الش المغاني قبل أن تتأسس حوزة النجف قال هذا الكلام في زمان الغيبة الأولى وبقي الحال كما هو في زمان الغيبة الكبرى بل زاد التهارش بشكل أقبح وأقبح وأقبح وكلما مر الزمان تكشفت عوراتهم وظهرت قبائعهم أعود إلى دعاء عرفة المضامين هي هي في مناجات العارفين في المناجات الشعبانية وهنا وفي سائر الأدعية الأخرى حتى أرجع إليك منها من عالم الآثار من تلك الأولويات التي ما هي بأولويات حقيقية حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير إلى أن يقول الدعاء الشريف إلهي إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسترك المصون إلهي إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسلك أهل الجذب إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري وأوقفني على مراكز الطرار هذه المعاني كيف تتحقق على أرض الواقع تتحقق عبر الجهة التي نخاطبها وذل كل شيء لكم فإن الله حين منحهم هذه الولاية منحها لأي شيء لحكمة فحينما فحينما جعلهم أولياء النعم وسادة الفيض وأوكل الأمور إليهم وجعلهم خلفاءه على هذا الوجود فكل شيء لا بد أن يتفرع عن القانون هذا الذي جاء مذكورا في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم فإذا أضفنا القانون الآخر إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم الإياب والحساب ليس في يوم القيامة فقط صحيح أن الإياب والحساب في يوم القيامة من أوضح مصاديق الإياب والحساب لكن القضية لا تقف عند يوم القيامة ولا يقف الأمر عند بني البشر إياب الخلق الخلق كلهم هذا الأمر يرتبط بأصل وجودهم ويرتبط بأسباب بقائهم ويرتبط بعلل نمائهم ويرتبط بأسباب اندثارهم ورجوعهم ويرتبط بأسباب فنائهم ويرتبط بأسباب عودتهم بعد فنائهم ويرتبط بأرزاقهم وما يترتب على ذلك في كل تفاصيل شؤونهم من مبدئهم إلى معادهم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا القانون اجمعوه مع هذا القانون وذل كل شيء لكم سنعود إلى الركن الثالث من أركان التوحيد والمناجيات تتحدث بشكل مباشر عن الركن الثالث من أركان التوحيد التوحيد في أفق عقيدتنا بمحمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المشتبى إلى القائم إنهم أئمتنا جميعا صلوات الله عليهم إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري وأوقفني على مراكز الطرار إلهي أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلولي رمسي بك أنتصر فانصرني الدعاء طويل الدعاء طويل وتلاحظون أن مضامين هذه المناجيات تتحدث عن التوفيق فكل هذا لا يكون من قبلي وإنما بتوفيق من باب التوفيق وباب التوفيق هو إمام زماننا أين باب الله الذي منه يؤتى هكذا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ما هكذا نخاطبه ما هذه المعاني واضحة هل أحتاج أن أقف عندها والوقت يجري سريعا ولقد تحدثت عنها كثيرا وسأعود إليها ولن أتركها حتى آخر نفس من أنفاس حياتي لاحظتم المناجيات إنها مناجات العارفين والمناجات الشعبانية وما جاء من مناجات في دعاء يوم عرفة المضامين واحدة والتوحيد صارخ وبشكل واضح في فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو هذا الذي يقودنا إلى مضامين الخطب العلوية في التوحيد وما جاء عنهم وهم يحدثوننا في أفق التوحيد الأول في أجواء الركن الأول من أركان التوحيد في عقيدتنا التوحيد في مستوى ما قبل الحقيقة المحمدية ما فوق الحقيقة المحمدية كان الله ولم يكن معه شيء فكل ما قالوا وكل ما أخبرونا به يوصلنا إلى حيرة المعرفة إلى حيرة الحب إلى حيرة التوحيد من خلال هذه البوابة من خلال التواصل مع محمد وآل محمد عبر أدعيتهم عبر مناجياتهم عبر كل الأسرار والمعارف التي وضعوها لنا في هذه المنظومة الهائلة من الأدعية والمناجيات والزيارات الشريفة هذه بوابة يفتحونها لنا كي نتواصل مع مضامين كلامهم في التوحيد في الأفق الأول كي تتمازج حيرة المعرفة وحيرة الحب وحيرة الود وحيرة الحقيقة في فناء التوحيد تتمازج هذه المعاني عبر ولايتنا لهم عبر توجهنا لهم حينئذ نتذوق معنى التوحيد وهذا هو مراد من أن التوحيد في مرحلة التأويل يختلف اختلافا واسعا وكبيرا جدا عن التوحيد في مرحلة التنزيل التوحيد في مرحلة التنزيل كان مجتملا على الركن الأول فقط ومن هنا حين ننظر إلى ما يتحدث به المخالفون عن التوحيد يتحدثون بشكل سطحي خصوصا أولئك الذين لا يخلطون حديث الفلاسفة وحديث الصوفية بحديثهم حينما يتكلمون عن التوحيد الذين يعتمدون على ما جاء عن الصحابة فقط فإنهم يتحدثون بحديث ساذج جدا وساذج وساذج إلى أبعد الحدود ومع ذلك هو محرف عن التوحيد الذي كان في مرحلة التنزيل التوحيد في مرحلة التأويل هو هذا الذي حدثتكم عن في أركانه الأربعة تقريبا إلى هنا تم الحديث عن الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيد هي هذه الأركان متداخلة فيما بينها متواصلة مع بعضها لكنني فصلت فيها وجعلتها مفصلة وجعلتها في عدة نقاط لأجل أن تفهم ولأجل أن أكون قادرا على بيان معناها وشرحها لأجل هذا وإلا فهي تتواصل في حقيقة واحدة وهذا سيتضح لنا في نهاية الأمر إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر